سيد كيالي تحدثنا قبل الفاصل عن مراجعة تاريخية للوقائع ما بعد أوسلو لأن تحدث في مرحلة ما بعد أوسلو بعد 29 عاما ماذا لو أعلنت القيادة الفلسطينية أنها في حل من اتفاق أوسلو ولماذا لم تقم بهذه الخطوة حتى الآن من وجهة نظرك؟ لأنه أنا رأيي القيادة الفلسطينية باتت خارج الصلة لم يعد لديها صلة بمفهوم حركة التحرر الوطني الفلسطيني القيادة الفلسطينية تتعامل مع الوضع باعتبارها سلطة سلطة تدافع عن امتيازاتها عن وجودها عن كيانها هذا هو للأسف الوضع اليوم إن كان بعلاقتها مع الشعب الفلسطيني إن كان بعلاقتها مع إسرائيل مثل ما إحنا شايفين القيادة الفلسطينية لا تفكر إطلاقا ببدائل بخيارات يعني إحنا اليوم مثلا شايفين وضع منظمة التحرير منظمة التحرير مهمة شيء إلى الآخر لا يوجد منظمة التحرير لا يوجد أي خطوة مقابلة لإعادة بناء منظمة التحرير شفنا الانتخابات الرئيس الفلسطيني نفسه وقع على انتخابات وإذا به بعد شهرين ثلاثة بلغي الانتخابات جملة وتفصيلا الرئيس الفلسطيني دخل حوارات من أجل الوحدة الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية 2020 و2021 وشفنا اجتماعات برمالة وبغزة وبالقاهرة وفي بيروت وباستنبول وإلى آخره ولكن كل ذلك تم الإطاحة به بين يوم وليلة إذن هذه القيادة الفلسطينية اليوم هي أيضا حتى من ناحية الشرعية لديها أزمة شرعية وهذا هو الخيار الوحيد للسلطة أن تحافظ على نفسها أو على ذاتها كسلطة على الشعب الفلسطيني للأسف هذا هو ابقى معنا سيد